هاي كلام دكتور حيدر يقول لك بأنه إيران موقفها وإحنا داعمين إلها وما شفنا من إيران أي موقف ربما يضر بمصلحة العراق بالتالي نحن مع الحق والحق مع إيران خوش تفضل أستاذ علي ماكو إنسان شريف أو إنسان سوي يقبل بالاحتلال وجميعنا نعلم أن أمريكا هي أم المشكلة لكن لسوء حظنا هي أيضا الحل كله وهنا أريد أذكر الجميع شون أستاذ عياد أريد أذكر الجميع أستاذ علي حليب يكمل بس أسمح لي أن أتهم أمريكا بأنه هي السبب وانتظر منها الحل هي المسيطرة يا سيد العزيز هي المسيطرة باتفاق إيراني أمريكي حسنا هي المسيطرة حلت وضع العراق من زمان لا هي الآن إحنا مجد من أولوياتها أولوياتها الآن الحرب الأوقرانية الروسية الصين تايلاند سوريا ثم العراق فهم راضين بهذا الموقف يمشي بس خلي أكمل لك الفكرة لحد الآن عندنا ناس معتقلين في السجون لأنهم قاتلوا الأمريكان لا جريمة لهم لا بالمال العراقي ولا بدم العراقي وأيضا لدينا كثير من القادة العسكر الذين يديهم يديهم نقية بيضاء من المال والدم العراقي تجاوز بعضهم لثمانين والسبعة وسبعين سنة وما يزولون بالسجون إذا هكذا نرى مقاومة الأمريكان لماذا لا نفرج على الجميع هذا من ناحية من ناحية أخرى البعض لا نخالط نفسنا ولا نكذب على الآخرين ولا نطمس الحقائق إيران مسيطرة على القرار الأمني والسياسي والاقتصادي العراقي وإيران اعتبرت العراق الرئى التي تتنفس منها للخلاص من الحصار الاقتصادي تتسمع دكتور حيدر هذا واقع يا سيدة أنا احترام الشديد الصديقي أنا أدري إيران مسيطرة اقتصاديا بدليل حجم التبادل التجاري بأنه بأن اتجارة تركيا وصل إلى أكثر من 26 مليار دولار لا 29 مليار أستاذ حيدر دكتور حيدر 29 مليار بس نبك 31 مليار عجبنا المليار 31 مليار 31 مليار بس حفوان عفوان عزيزي أرجوك الله يحفو لك 10 مليارات سمعني لا تقاطعني دكتور حيدر أرجوك أرقام من وزارة التجارة ووزارة التجارة ووزارة التجارة 10 مليار سنويا بس كهرباء بس كهرباء هذا كلام بالفيسبوك يقال أخي هذا بس كهرباء وغاز 10 مليار سنويا طيب نحن الآن غالط نفسنا نحن هذا بلدنا نحن إذا نعجز عن نقول الحقائق شون نقدر ندافع عن هذا البلد شون ننهض به الحقائق تكون حقائق أرجوك ساحب يجيك وقتك أرجع لك خليني يعني ويا دكتور علي اختصر لي بس ايه وين وصلنا ولا ما أدري أنا من يقاطعني أحد أدوك بالنبوك بالنبوك النبوك والمليارات والغيرة نحن قصدي يعني العراق الرئي التي يتنفس منها إيران والتي استطاعت من خلالها تجاوز العقوبات الأمريكية طيب